سلام عليكم حبايبي ايه يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلام النهاردة وقفت العيد كل سنة وانتوا طيبين منفعش طبعا العيد يعد من غير الترمس بقى شيء اساسي في العيد هنجهز الترمس بتاعنا طبعا الترمس بتاع دوت انا جايب الترمس اللي هو السريع مش البلدي طبعا كل ما تنقع فيه كل ما بيزيد وما بياخدش معاك وقت في السوا طبعا انا كنت جايباي الصبح سيبته مترنخ ليبالليل وكل ما بخش المطبخ كل ما بغير الميا بتاعته كل ما بتتغير الميا بتاعته كل ما بتترضي من الغازات اللي فيه عشان ما تتعبش المعده شايفين م شاء الله كل ما بتزود دي طبعا دا كيلو الربع شايفين م شاء الله لانه تناقع فترة كويسة زاد ما شاء الله كده وما لحل ولسه كمان لما تسلو ايه واما حاجة ما تنسيش ان انت برضه تغيري الميا عشان كمية الغازات اللي فيه بتتعب المعدة والناس اللي عمدها كولون فكل ما بتغير المية كل ما بتطرد الغازات بتاعته زي ما قلتلك وطبعا برضو الحمص نفس الترمس برضو جبته معايا في نفس الوقت بس الحمص ده تقريبا انا مش عارفة الميزان بتاعها اديه بس انا قلتله وزلي بعشرة جنيه حمص انا مش عارفة الميزان صراحة بتاعها اديه مش فاكرة بالزبط طبعا احنا بنحبش الحمص كتير فيه احنا بنحب بس ايه الشكليات في كده فاجبت كمية الحمص قليلة برضو نقعتها وبعد كل ما اغير المية للترمس اغير المية للحمص انتو بقى لو بتحبوا الحمص كتير زودي بقى في الكمية زي ما بتحبوا هتجيبي اعملي اللي يرضيك ويردي أولاد وطبعا ما ينفعش تنقع اللي اتنين على بعض وتسوي اللي اتنين على بعض لان الحمص ما بياخدش سوى خالص يعني الترمس بيعوق شوية في التسوية طبعا بقى مش هنعمل اي حاجة عليه خالص ولا مالح ولا اي حاجة هو ازد من نص معلقة كمون على الترمس طبعا الحمص عشان قليل هحط اللي ربع معلقة صغيرة بس من الكمون برضو الكمون مفيد جدا جدا وصحي ويساعد ان هو يبقى خفيف ومش هيتعب المعدة طبعا احطهم بقى دلوقت كده على النار طبعا احطهم على نار عادية واول ما يغلو الاثنين اول ما يغلو كده الحلتين طبعا هتلاقي ريم كده طلع على الوش اي حاجة بتغليها وتقعد تسوي فيها او تسلقيها بتلاقيها طلعت ريم فعشان يبقى رائق معاك كده اه فاي ريم يطلع معاك كده زي ما انت شايفة كده لازم تشيليه كده على طول هو بتشال معاك بكل سهولة زي ما انت شايفة كده طبعا الترمس اول ما بينجيبه بنقى طبعا عشان لو في اي واحدة مثلا ضايزة اه في واحدة تناية اي حاجة زلطاية بنشيليها طبعا بنقى وبعدين بنغسله وبننقعه كل شوية زي ما قلت اللي كل ما تخش المطبخه قدام يعني كده غيرله المي وطبعا كده بعد ما غلي غلوتين كده على نار عالية طبعا الحاجة كل ما بتحطيها على نار عالية طبعا لا مش بتعجلي طبعا كده من السوا بتاعها ابدا والله يجربي بس كده حتى لو ما عندكش حلال ضغط ولا حاجة لللحمة ولا الفراخ ولا الحاجة ديه خليها تغلي غلوتين على نار عالية وبعدين غطيها ووطي عليها هتلاقى استوت معاك بسرعة الساروخ وما خدتش وقت خالص طبعا انا كده بعد ما هشيل الريم كله كده طبعا هوطي النار على نار هادية وغطي الحلتين وطبعا ما تنسيش ولا تروحي هنا ولا هنا خليكم ولياهم لان الحمص زي ما قلتلك ما بياخدش وقت خالص شايفين ما شاء الله ترمس بتاعنا عشان منقوع فترة كويسة زاد قد ايه طبعا الترمس السريع دوت في ناس بتنقعه ساعة ساعتين تلاتة ناس بتبيته كل ما تنقع فيه كل ما هيبقى حلو وجميل وطبعا الناع بيبقى ميا من الحنفية عادية محدش ينقع بميا سخنة تقول لا عشان ايه اخليه يستوي بسرعة لا هتفصلي الاشراء عنه ميا من الحنفية عادي خالص كده انا كده وطيت عليه النار خالص هادية شايفين ما شاء الله طبعا انا زودت ميا دلوقتي احتاج ميا زودت فزودت ميا سخنة من الكاتل ما تزودش ميا ساعة ونفس الكلام برضو مع الحمص اللي يحتاج ميا فيهم هتزود ميا من الكاتل مغلية طبعا كده حباب قلبي بقى بعد ما الحمص بتاعنا طبعا استويه وما خدش ربع ساعة لان منوع كويس والحمص ما بياخدش وقت خالص كده شايفين ما شاء الله احنا بنحبه مش مهري اوي كده بنحب السوا بتاعي يكون مزبوط انت زي ما بتحبي بس الحاجات دي كل ما دي بقى السوا بتاعها يعني مش اللوه المستوي اوي او المهري اوي تبقى طعمها جميل كده طبعا انا كده دلوقتي هاخد الحمص بتاعي طبعا اول مستوي كده زي ما انتوا شفتوا السوا المطلوب تعرف ازاي خدي واحدة عادي خالص بردها تحت المية وحطها تحت سنانك كده لايتيها كويسة وتمام وانت بتحبوها في السوا دوت يبقى اغضيها فضيها في مصفة كده ونزلي عليه بمية ملحة نفية عشان تدي له صدمة كده والضيع درجة الحرارة العالية اللي فيه عشان ما تكملش سوا ويتهيري طبعا كده حبابي بعد ما برضو الترمس بتاعي استوى هوا شوفوا نور بنتي جات وارلكم واحدة ان هو استوى ازاي راح اطرت منها سفرت فكده ما شاء الله عندي الحمص وعندي الترمس انا بقى هجيب الحمص بتاعي كده طبعا الترمس بتاعي برضو نزلت عليه صفيته ونزلت عليه برضو بمية ساعة كده من الحنفية جارية وبعدها نحططه في قلب الحلة وهقلب الاتنين بقى كده طبعا بقى هنيجي بقى دلوقتي هنحيقهم بقى طبعا ملح ولمون مفيش ازياد من كده طبعا احنا واحنا سلقينه وحطين نص معلقة صغيرة من الكمون بس عشان برضو ايه بقدر الامكان نستبعد شوية من الغازات اللي فيه عشان ما تتعبش بس لو حد عنده كولون ولا كده وطبعا الملح بتاعي انا مش هييدك اقولك معلقتين تلاتة نص كوباية كوباية لأه خالص انت هتنزالي طبعا انا دلوقتي حطيت عليه مية نظيفة اللي هي مية الشرب العادية شطفتهم الاول برضو اللي اتنين مع بعض ورجعت انزلت عليهم بالمية زي ما انتو شايفين كده اهم حاجة المية ضغطي ومبعدين هنزل عليه بكمية من الملح والنسبة حطي مثلا تلاتة اربع معلق كده في الاول كبار وقلبيه ورجعته ايه لو لقيت الحياة بتاعه مظبط وحيق وحلم يبقى خلاص كده ما تحطيش ملح تاني انا كده هدوق ولو احتاجت ملح هحط ما احتاجتش يبقى خلاص يعني ما تتايدش انا ممكن هكون حطى مية كتير انتو ممكن تكوني حطى مية بالزبط كده انتو ممكن برضو تكوني حطى مية قليلة انا مثلا مالية الحلة مية انتو كل ما بتزود في مقدار المية كل ما هيعوز ملح كتير بس اما حاجة اضغطي الحمص والترمس بتاعك بالمية وتحيا المقدار المزبوط كان عندي بقى هنا خمس لمونات طبعا الترمس والحمص بيعشاوا حاجة اسمها لمون انا عصرته كده في طبق خارجي يعني في مقدار كده نص كوباية وشلت البزر منه ونزلت علي باللمون طبعا هو يحتاج لمون تاني احنا بنحب اللمون في كتير انا بعد ما نزلت كده بعصرة الخمس لمونات نزلت برضو عليهم بالقشر طبعا غسلته كويس جدا ونزلت عليهم معا بيه وهسيبهم بقى ممكن تسيبهم في حلتهم عادي كده لو ما عندكش اي علبة بقى لستك كده نظيفة تشتفاها كويس جدا وتفضيهم فيها وتغطيهم وتحطيهم في التلاجة وتسحب منه طبعا بص هتدوي بقى كده بعد ما بتحط اللمون بتلاقي طعمه خرافة حابة تزاودي اللمون عن كده اللي يعجبك بس احنا كده كده ساعة التقديم برضو لما باجي قدم كده الطبق منه برضو لازم بعصر عليه كده لمون طبعا كده بقى زي ما قلت لك احابة تغطيه بحلته زي ما هو كده بتحطيه في التلاجة اللي يعجبك حابة تفضيه في حلة عفوا في علبة بقى لستك كده تكون نظيفة كويس جدا وتفضيه كويس عادي ايه الموجودة عندك حط فيه مش هنتقى اتبع حاجة اما حاجة يتشل بس ويتحفظه طبعا بقى كده ساعة التقديم حط شوية كده طبعا ده جوز يهوت قال لي لا لازم توري لهم بقى هو مستوي ازاي ادام طرت من اذنه تعالوا انه بقى انا همسكها حل واوصلها اجناحتها وهوري لهم ازاي ان هي مستوي حل شايفين ما شاء الله احنا بنحبه كده ما بنحبهوش مهري قوي شايفين اعملوا اللايك بقى عشان خاطر جوزي ببقى جميل جدا وتحفة وساعة التقديم في ناس بتحب ترش عليه شوية كامون اللي يعجبك في ناس بتحب تحب تحط عليه فلفل اسود اللي يعجبك احنا صراحة ما بنحبش عليه اي حاجة خالص طبعا غير الملح واللمون ازاي ادنين كده ما فيش اللي يعجبك اعملي بيه طبعا كده حباب قلبي اتمنى الفيديو يعجبكم ولو عجبكم حطوا اللايك عليه ولو ما عجبكمش اكفي مروركم السعيد اللي اسعدتوني بيه واستودعكم الله الذي لا تدعي ودي اعافية حفظ الرحمن كل سنة انتوا طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة